يعني خلينا اتكلم الاول عن مسألة الدراسة في الخارج بشكل عام بعض اولياء الامور بيحبوا ان هم ولادهم يروحوا يدرسوا برا ايا كان السبب شهادة احسن هما شايفين كده ثقافات مختلفة ايا كان هما شايفين ايجابيات ده ايه انت شايف الموضوع ده ازاي نفسيا خلينا اتكلم النهاردة عن موضوع الاسرة حتى انه النهاردة عندي ابن سابني وسافر برا عشان يدرس نفسيا الموضوع ده بيبقى عامل ازاي انا بشوفه مع اصهر كتير جدا هو بيبقى على حسب تربيتك للولد او البنت اللي مسافرين يعني بيكون على حسب والحقيقة انا بشوف ان هو دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هو فيه جامعات كتير قوي هنا في مصر دولة فتحت كتير فعلا وجامعات اهلية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي فالموضوع دلوقتي هنا في مصر لأ هو بقى مختلف شوية عن من عشر سنين فالرغبة في فكرة ان انا اصفر بنتي او ابني برا علشان الدراسة ما هنا فيه ده موجود المجالات دي موجودة بتخصصات كتير جدا ونفس الشهادات الدولية برا فهي الفكرة ان هو بيبقى عبء على الاسرة وانا بشوف ان بيبقى فيه قلق ومخاوف الام بتبقى خايفة جدا على ابنها وعلى بنتها وبيبقوا قلقانين من الثقافة برا ان هي تأثر عليهم تأثير سلبي بيكون فيه قلق في الموضوع وبتأثروا يعني انا لو مربي ابني مثلا كويس قوي والكلام بقى اللي انت عارفه ده انا مربي ابني كويس قوي ربي بنت كويس قوي هل بيتأثروا عنده 16 سنة مسافر برا يتعلم والله يبصي هو بيكون على حسب على حسب شخصية الولد والبنت هي هو ربه ازاي يعني انا ربيت ازاي انا ربيت على قصص لها قيم ثوابت موجودة وفي قيم موجودة ثابتة عند ابني او بنتي ولا لا لان يعني فكرة ان انا احط ابني او بنتي ده ده بيكون اختبار صعب شوية لان بيكون فيه برا لا فيه ثقافة مختلفة تماما عنها فالفكرة في ان انت ترفضي اللي مش بينسبك وايه وتكتسب اللي ينفعك وينسبك فالفرق هنا او النقطة دي بتكون مهمة اساسها بيكون اما شخصية البنت او الولد تكون شخصية مؤهلتها النفسية قوية يعني واثقة ومقدرة ونفسها وعارفين قيمهم كويس والقيم بتاعتهم ثبتة مش بتتهز فالدنيا هنا بيكون اقمن شوي صحيح